موسيقى 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 أهلا بكم مشاهدين في هذا البك المباشر من مركز حرامون للدراسات بالصوت والصورة تابع سوريون خلافات أفراد عائلة الأسد فبعد التسجيلات المرئية لرامي مخلوف بن عمت رأس النظام وسيل العارم من التحليلات والتساؤلات جاء الرد حاسما من زوجة بشار الأسد التي ظهرت على وسائل الإعلام كصاحبة القرار وفاعلة الخير ورافق ظهورها دفعة من القرارات الحجز على الأموال والعقوبات على شركات مخلوف وتوقفت بعدها كل هذه الأسئلة بانتظار تسجيلات جديدة لرامي مخلوف أو قرارات لأسماء الأخرس وليس بعيدا عن كل هذا جاء قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعديل تسمية السفير الروسي في سوريا إلى ممثل خاص له مما دفع الكثيرين للتساؤل هل أصبحت سوريا رسميا تحت الانتداب الروسي؟ وهل استطاعت روسيا فعل ذلك دون ضوء أخضر أمريكي؟ وكيف سينعكس ذلك على الوجود الإيراني في سوريا؟ أسئلة نطرحها على ضيفنا لهذا اليوم المعارض والكاتب السوري السيد ميشيل كيلو مرحبا بك سيد ميشيل أهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا بداية فعلا هذه التسجيلات المرئية التي شاهدناها ثلاث تسجيلات متوالية لرامي مخلوف وبعد ذلك ظهرت أسماء الأسد واللهية التي تحاول أن تصدر نفسها كسيدة المجتمع الراقي وهي التي تحاول أن تقول أنها راعية الشباب والطفولة وعائل جرحى النظام هل تعتقد الآن بأنه حسم الموضوع ما وراء هذه الخلافات؟ هل يمكن أن نعول عليها أصلا هذه الخلافات؟ وكيف سيؤثر ذلك على حاضنة النظام من الطائفة العلوية؟ يعني بعتقد أن المسألة تتخطى كثيرا قصة أسماء الأسد زوجة الرئيس إلى ذلالات مهمة أولى أن النظام لم يعد لديه أي مورد من الموارد يمكنه من أن يمارس وظائفه كنظام ما عنده قدرة أنه يعمل أي شيء لا خدمات ولا إيش فيه ولا إيش وبالتالي الشعب مفلس ما عنده شيء نهبوه ما تركله شيء أبدا اللي بياخد أربعين ألف ليرة يعني آخذ خمسين دولار فينو يشتري فيهم كم كارتون بيض ما أكتر والموارد صارت بإيد الروس والإيرانيين مغزمة موارد البلد وسرواته الطبيعية أو إنها محتجزة عند الأمريكا فعم يدور على دفاتره القديمة من دفاتره القديمة شغلت رامي مخلوف طالبوه أن يدفع فقال لا ما بيدفع ليش ما بتدفعوا أنتوا كلكم معكم مصاري مثل ما أنا معي بيت الأغرس معهم وبيت الأسد معهم والكل معهم أنا بيعتقد أنه هاي نقطة مهمة كتير ولفتت أنظار المسؤولين الدوليين لبراقب الوضع السوري إلى حجم الفساد الموجود بسوريا والطريقة التي تم بها توزيع السروات في الفترة الماضية والتي أوصلت الشعب أو لعبة الدور بأن الشعب مرد وقام بثورة وإلى شك فيه نقطتين مهمات بهالمعنى لازم واحد يركز عليهم الاعتقادي أنه المهمين الأولى أنه هذا أول صراع بين رأس السلطة بسوريا وبين خصوم ويهتم دون أن يكون العالم مع رأس السلطة دائما بالصراعات السابقة كان العالم مع حافظ أسد بالصراع مع أخوه بالصراعات مع الصلاح جديد بالصراعات مع محمد أمران والصراعات مع بشار الأسد مع غازي كنعان ومبعى البقية دائما العالم عندما ينشو بصراع داخل السلطة العالم مع رأس السلطة هالمرة لا العالم ليس مع رأس السلطة علمان بأنه هذا الصراع بالمدلول العام لوظيفية الدولة ليس قليل الأهمية بالنسبة للوظيفية الدولة ليس قليل الأهمية وليس قليل الأهمية بمدلولاته اللي ارتبت عليه وانعكاساته على القاعدة الشعبية مبارح متوزع بجبلة خمستالاف منشور طب بيت الأسد بقرى جبلة أنت تقصد بالعالم الذين وقفوا ضد رأس النظام تقصد الحاضنة والمؤيدة للنظام أو الطائفة العلوية تحديداً؟ لا أقصد إجمالاً الصراعات اللي صارت العالم كان محافظ أسد حتى في لبنان حتى بأي محل مع فلسطين العالم مع رأس النظام هون لا اليوم ليس العالم مع رأس النظام ليس الأميركان مع النظام ولا الشعب السوري معه ولا تركيا معه وربما إيران أيضاً مستعدة لعب والروس هلما بنحكي عنهم لأشوف لأي درجة هنما مع النظام فهذه المسألة تكتسب خطورتها من هالناحية أن رأس النظام يتعرض لحادثة لها علاقة بوظيفية السلطة بوظيفية النظام هو عاجز عن أنه يحل بدون ما يمد إيده لأموال الآخرين لكن العالم لا يقف معه في هذه المسألة العالم ربما كان يعتبر هذا الموضوع جزء من عملية الفشل التي اتهم بها من قبل الروس وضعف الشخصية التي اتهم بها من قبل الروس لو كنت حاكم حقيقي أنت ما ترسل البلد لهالمستوى أنه ما ضل معك شيء ما ضل عندك شيء دولتك ما له أي وظيفة وانت عم تبدي ذاك على أقرب المقربين منك اللي قادرين يتمردوا عليك ويطلعوا بيانات ضدك خاصة أنه بهالبعد اللي صار إذا بتقولي يعني منطقة ريف جبلة طبعا يعني يساكن فيه علويين وفي أسر بالقرداحة بيت مثلا إسماعيل وإسبر طلعوا بيانات ضد بيت الأسد يعني معرامي مخلوف مبارح كما عم بحكي لك أول يوم يتوزع خمس تلاف منشور مبارح اسمعنا من جبلة أنه يتوزع خمس تلاف منشور اليوم وكان هناك يافطات على الطرف وعلى الجسور ضد بشار الأسد وحدة منها مكتوب علي بشار حرامي المال فمعتقد أن المسألة بها المعنى إلى أهمية إلى أهمية خارجية وإلى أهمية داخلية بالنسبة للنظام وربما يصير إلى أهمية فيما يتصل بنقل هذا الخلاف من داخل الأسرة إلى داخل النظام إلى داخل الطائفة وهذه خطة رامي مخلوف ننقله إلى داخل النظام والطائفة إلى الخلاف بينما خطة النظام أن يطفق هذا الخلاف باعتباره خلاف بين شخص مخالف القوانين والدرائب ودولة تطالبه بحقوقها وليس خلاف داخل للأسرة ولا النظام هو عم يعمل على العكس وعم يشتغل بالعكس إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن النظام قدم رامي مخلوف كقربان للمجتمع الدولي لتبيض صورته وخاصة نحن المقبلين على عقوبات اقتصادية قوية من خلال قانون قيصر أيضا رامي مخلوف إلى أي درجة استطاع أن يسوق نفسه عند الطائفة العلوية وخاصة أن بيت مخلوف إضافة إلى الخير إضافة إلى خير بيك والكثير من العوائل تعتبر هي شيوخ العلويين وليس بيت الأسد واحد منهم طح هلأ أنا بيعتقد أنه يعني أنه فيه رأي يقول أنه المسألة صارت بسياق محاولة الاستئسار بسروة رامي مخلوف ومصادرتها كي لا تقع تحت عقوبات قانون قيصر وبهالمعنى أنه هاي مانا أمواله هاي أموال الدولة صارت أموال الدولة دولة نفسها مفروضة عليها عقوبات هاي الفرضية يعني هاي اللي تروحة بعتقد أنه يكون هناك عقوبات هاي لما بسعد دولة الكلام اللي سمعناه من الأمير كان أنه اللي عم يبيع مازوط على الطنبور إذا كان مخالف سيفرض عليها عقوبة بقانون قيصر ف يعني ما كتير بيقدروا يلعبوا بمسألة العقوبات لهن ولا الروس ولا الإيرانيين ولا حدا العقوبات ستكون حاسمة إلى درجة لدرجة أنه بدون ينزلوا بتقديراتهم الدخل الوطني للنظام لمستوى مليارين دولار بالسنة يعني فعلياً إفلاس مطلق نعت في شيء ومنها بدون يجيبهم يعني فبتصور أنا أنه لا المسألة تقع تقع بنقطة ألم حقيقية عند النظام هي إفلاسه عن القيام بوظائفه اللي راهن عليه كل الوقت كان يدفع رواتب للناس حتى بالمناطق المحررة وكان يحاول أنه يربط لمناطق المحررة من حيث المعاملات الإدارية فيه اليوم ما قادر يقوم بهالوظيفة هاي محكلة الحقيقية هوني طيب سؤال أخير بهذا الإطار كي ننتقل إلى الموضوع الأهم وهو موضوع العلاقات بين نظام الأسد وروسيا إلى أين السؤال يقول إلى أي مدى تعتقد أن هذه الخلافات ستعجل من نهاية نظام الأسد هل هي فعلاً مؤشر على ذلك أم أنه فقط أصوات متفائلة تدعو أو تقول بأنها بداية النهاية الأقليفين يقولوا أنا بثقة أن النظام لم يعود وظيفي ما عنده وظيفي أما هل انتهى النظام لأنه ما عنده وظيفي هاي مسألة أخرى نعم لا عدد في شيء ولا عدد في خدمات ولا عدد في صحة ولا عدد في غاز ولا عدد في كهرباء ولا عدد في مي ولا عدد في رواتب ولا عدد في مواد أولية لا عدد في شيء لا عدد في نظام يعني بهذا المعنى هلأ قرار أن يذهب النظام أو يبقى بيعتقد كل شروطه صارك مخيئة بس هل سيؤخذ هذا القرار؟ هذا بيرتبط بأتقادي بحسابات دولية يعني كذلك نعيشين فيها وعمل تابعة نعم بالنسبة للعلاقات بين دمشق وروسيا كان منذ أيام قليلة الإعلان لرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تغيير تسمية السفير إلى ممثل شخصي له في دمشق وهذا ما سماه الكثيرون بالانتداب هل نستطيع أن نسمي هذا انتدابا؟ لماذا جاءت هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات بعد الكثير من التصريحات الإعلامية الروسية المقربة من الطغمة الحاكمة في روسيا التي كانت تندد باسم الأسد شخصيا وبالنظام في سوريا أيضا هو أكثر من انتداب بالحقيقة مثل ما نرى هو احتلال بصريح العبارة يوم 28 أيلول سنة 2015 قبل أن يأتي الروس إلى يصلوا إلى حميمي يبدأوا حربهم في 30 أيلول سنة 2015 قبل بيومين وجريت مناورات عسكرية بموسكو وحضر بوتين فرجوه لبوتينك في الطيران الحديثي بيقصف وبيقتل وإلى آخره وقال في نهايته بخطاب علني أنتم ذاهبون إلى سوريا لإنقاذ بشار الأسد علنا لإنقاذ نظام بشار الأسد وبعده بيومين ثلاثة يقول لفروف كان سيسقط خلال من أسبوعين لثلاث أسابيع فقصة هي احتلال بالحقيقة استعمار أكتر ما أنا مثلت أنه الفرنسيين كانوا عندنا انتدابيين يعني جايين يحضرونا لحتى أن نصير قادرين نحكم حالنا وبالتالي حضورهم بسوريا محدود ودورهم الدولي أنهم يدربوا سوريين على الدولة وعلى العمل الدولي هون لا هون انتداب جايين يحتلوا البلاء هون احتلال جايين يحتلوا البلاء ومحتلين أتقوّر أنا بس بعتقد قصة هذا أذيموف السفير إذا كان اسمه هيك ربما تكون مرتبطة بمجموعة من العوامل المهمة أولا هذا الأخذ والعطل الكلامي اللي صار بين الروس وبين النظام يعني لما بيطلع لواء سابق بالجيش بالأمن وبالجيش هو بهجة سليمان وبيكتب على موقعه أنه نحن قادرين ندمر حميميم خلال نصف ساعة يكتب خالد العبود نحن قادرين ندمركم بحميميم وبالجنوب وبالشرق وبالمكمال وبكل محل أول رد فعل يفترض يكون عند الروس اللي قالوا أنه هذا لا يمسر رأي النظام أول رد فعل أنه إذا هدون مفكرين وحاطين فترة زمنية لتدمير وجودنا بسوريا ما لازم نعزز وجودنا بسوريا ما لازم نحاول نشوف كي بدنا نوسع الوجود ونعززه ونكبره أنا برأي المطالبة بأنه يكون فيه من وزارة الدفاع والخارجية الروسية محادثات مع الأسدية من أجل أن يكون لهم مواقع أخرى بحرية وبرية في سوريا إلى علاقة بهالوضع أنه هذا النظام نعلم الآن أنه فكر بأسلوب لتدمير وجودنا بسوريا ومحدد له فترة زمنية ومحاطط له معايير زمنية نحبر عنه نحبر عنه خلال واحد وخارجة وخارجة ومرض يوسف أسواح التاني وخارجة ومسألة أنه بشار الأسد في سكرة الأخيرة لاص كتير بموضوع اللجنة الدستورية كما تعلمين نعم كتير بموضوع الانتقال السياسي رافض الانتقال السياسي ورافض اللجنة الدستورية ورافض الانتخابات وهي ثلاث تعهدات المقدمين الروس للأمير كان بموجب القرار الـ 2008 النظام ذهب مجبرا إلى اللجنة الدستورية مرغما بأمر روسي وكتب له من كتب له وكتب للروس أنه نحن جبناكم مشان الأميركا وعننا الإيرانيين مشانكم هيك كتب خارج عبود ما هيك وهيك كتب بهجة سلي نعم فإذا أنت جايبنا لنخدمك نحن ما لازم نسمح لك بقى أنك تلعب ما لازم نسمح لك تستخدم الورقة الإيرانية ضدنا ما لازم نسمح لك بحرية حركة تأخذ وتعطي فيها بحيث أنك بالنهاية تقرر ما تريد رغم أنه ما تقرره ضد إرادتنا وضد تعهداتنا والتزاماتنا فنحن بنا نبعث لك واحد يقعد على قلبك وهذا كل ما عملت شغلة يكون حاضر وموجود ولديه صلاحية الرئيس الروسي أهمية المسألة من هون تعرفي من نظم الاستبدادية مثل النظام الروسي الرئيس هو النظام نعم ولديه صلاحيات النظام الروسي بدي يقعد على قلبك وكل قصة بدي يكون إليك فيها رأي وإليك فيها موقف وعليك أن تطيعه لأنه هذا ممثل بوتين اللي منعت تحضر عرب عسكري للقوات الروسية بحمامين بحمامين وبيجي على سوريا بدون ما يخبرك يبعط لك خبر من المطار لما بيلتقي فيك بتزد حالك عليه وهو تقريباً عم يتفشك عنه ولم يقصر مرة من المرات بأي ظهور علني بأن يقول للسوريين رسالة صريحة حول الروس أنا سيد المكان من يوم رايح ما عد راح نترك لك مجال لأنك تتغوص وتلعب تستخدم يوم ورقة إيران يوم غير ورقة إيران يوم ورقة ما بعرف شو الوضع الداخلي يوم تقي إلى آخر ضد ما نري بدك تنفز لبنية طيب البعض أيضاً يقول وهناك الكثير من آراء تتحدث أن الرئيس الروسي بوتين قرر أن يسحب الورقة السورية من يد الخارجية ومن يد الدفاع لافروف لم يفي بوعوده أو بالاتفاق الذي وقعه أو تم مع كيري أيضاً شويغو فاشل في سوريا عسكرياً خاصة بعد الخلاف الذي حدث في الشمال الغربي لسوريا مع تركيا وفي الشمال الشرقي خسر النفط النفط تحت السيطرة الأمريكية يقولون أنه يريد أن يدير الملف الروسي الآن بيده وبشكل مباشر بعيداً عن الخارجية وبعيداً عن وزارة الدفاع بعتقد كثير هالرأي صحيح كثير كثير رأي صحيح أنت لو راقبت الوضع بروسيا بسوريا بالأحرى لو راقبنا الوضع مع الاحترام طبعاً تشوفي أنه بالأول تركيا ترى نفسها بدلالة الدور الروسي روسيا ترى أمريكا ترى نفسها بالموافقة على الدور الروسي الإسرائيليين يرون دورهم بسوريا بموافقات بدلالة الدور الروسي ونحن كمعارضة شايفين أيضاً هيك وإيران أيضاً شايفين اليوم ترى روسيا خطوط حمراء موضوعة لها في كل هذه الأدوار تجاه تركيا في خط أحمر أمريكي تركي بالمناسبة بتتكري تصريح جيفري أنه دخول روسيا على إدلب سيغير المعطيات الاستراتيجية بسوية تغيير عميك وبليبيا اليوم في تحالف أمريكي تركي ضد الروس إذا بعد شوية يحكينا عنها إذن هنا خط أحمر تركي هنا خط أحمر أمريكي هنا خط أحمر إيراني يبين بكتابات وبرسائل جماعة السلطة للروس أنه نحن جبناكم مشاء الأمريكان بس نحن عنا إيران مشاء نكون قادرين ندمركم وإلى آخره معنى أنه في خط أحمر إيراني كما متفق عليه مع إيران خليني يكذبوا قد ما بدهم أنه مصح الحكي والأخي لا بالواقع العملي هذا الحكي الصح وهنا خط أحمر إسرائيلي أيضاً إسرائيل لا تقبل إلا أن يكون هناك بالجنوب ترتيبات معينة لتزمية روسيا فيها وإلى آخره ما عد الوضع الروسي هو الذي يقرر أحوال الآخرين وإنما أصبح هو الذي يتقرر بأوضاع الآخرين فهذا ممتع الفشل إن كان للسياسة إلا للديبلوماسية إلا لبوتن نفسه اللي الآن بدي يمد إيده لحتى ينقذ البضاء بس أنا بأعتقد أنه دخول بوتن نفسه على الخط يعطي انطباع قديش روسيا صارت بمشكلة بسوريا خاصة إذا الأمريكان بينتهوا لأنه يقولوا له أوكي خيو أنت ما بدك تستجيب للي نحن بدنا وأنت ما بدك تشتغل ضد إيران وأنت ما بدك تبدل الأسد بك تحافظ عليه مثل ما أنت عم الروس حاكيين للأمريكان أنه بالانتخابات بينجاح بأسواته ضعيفة ونحن بنجبروا يعمل إصلاح هيك حاكيين للروس فأنت ما بدك تنفذ ما هو متفق عليه وما بدك لـ 2054 نحن ملتزمين فيه وملتزمين بالنفط وملتزمين بإيران وملتزمين بإدليب وملتزمين بإعادة الإعمار والآخر راح نترك لتها البلد اللي أنت دمرته شرف حكمه شعبه ضدك نظامه مانوا بإيدك إيران عم تقاسمك النفوذ فيه وإنت جاي لحتى تتوضع فيه وتنطلق منه على العالم العربي لتستعيد نفوذ الاتعاد السوفيتي حضوره مثل ما حكيت أكتر من مرة فرح يقاسموك فيه الإيرانيين ورح النظام ما يكون معاك ورح يكون عندك خطوط حمرة ورح يكون النفط ما نعنده ورح يكون تركيا موجودة بالبلد وشرف على هالمقبر اللي أنت دمرته ومتركت فيه حجر على حجر واللي ما حده بطيقة كفية دبر أمورك جيب 500-600 مليار لإعادة بناءه الروس في ورقة كبرى اليوم بسوريا وصار نبضى المصدر الرئاسي أو المركز الرئاسي ليعالج مشكلة روسيا لنستطيع أن نقول أن أمريكا ورطت روسيا في سوريا وليس أعطتها ضوء أخضر لتقوم ما قامت به لحد الآن أكتر فكرة سازجي دخلت على بال الناس أن الأمريكان تخلوا عن الشرق الأوسط وتخلوا عن روسيا وتخلوا عن سوريا وأن الروس صاروا أقوية والأمريكان ضعفوا يا حرام ما قادرين يعملوا شيء وأنهم صاروا مربطين وإلى آخره إذا أستاذي العزيزي يوم 30 أيلول بلشوا الروس القصر يوم 14 أيلول سنة 2015 احتل الأمريكيون 26 في الجزيرة نعم فاتوا على سوريا قبل الأمريكان ب15 يوم قبل الروس ب15 يوم وفاتوا بزمن باراك أوباما اللي كان يعلن كل الوقت اللي هو لا يريد أن يتدخل في الشأن السوري نعم ثم ببلشوا يتمدمدوا لحتى بنوا 22 قاعدة عسكرية كان فيهم من السلاح والقوة الجوية والبرية أكتر بكتير مما حاشدتوا روسيا بسوريا ما بتقدر روسيا بوضع الاقتصادي ووضع العسكري ودرجة نمو العسكري والاقتصادي وبحالة الدولية ما بتقدر تنافس أمريكا لا بسوريا ولا بأوكرانيا يمكن ولا بموسط وحتى نعم هل نستطيع أن نقول أن هناك خلاف روسي إيراني حقيقي وعميق في سوريا أم أن الخلاف هو فقط على المصالح على الحصة على من يكون له اليد الطولة ونحن نعرف السياسة التي تنتهجها إيران مختلفة عن السياسة الروسية إيران تدخل وتعمل على الحاضنة الشعبية تؤسس لها داعمين محليين يعني كما فعلت سابقا في لبنان وكما فعلت في العراق هل هناك خلاف حقيقي أم أنه فقط على المصالح ألق في من قال من كم يوم أنه خلاف مصالح ربدا عما قالي أنا كتبت عنوان هل هذا ممكن أقول فيه ممكن إيران تبادر لأنه تأخذ السلطة وتحط لكل أمام أسئلة جديدة وأنا برأي هذا السيناريو السواري ويمكن بعد فترة يصير يكون السيناريو يمكن يكون يجباري إيران لديها في سوريا مشروع كما تعلمين قديم جدا بلش سنة 1979 لما صار تأخذ السورة بإيران ووقف حافظ الأسد معه ضد العراق ثم بخل بحرب مع العراق من أجله خلال الحرب العراقية الإيرانية بعتلوا نسلاح وجابوا نسلاح وجابوا بحتات إيرانية على سوريا وتقصف غرب العراق من سوريا وبقت واحدة صواريخ سورية ع إيران وتقصف العراق واحدة صواريخ من الجيش السوري وبعدين صار هذا التدامج العام اللي صار بين سوريا وبين إيران أيام حافظ أساد واللي صار على حساب انتماء سوريا للنظام العربي أنا هلأ خلصت منكم يوم اكتاب عن حزب البعث العظيم بلش بأنه أخرج العراق من النظام العربي بمساعدة إيران ثم لما دخلت مصر على معاهد السلام طالب بإخراج مصر من العالم العربي ومعاهد السلام نفسه كان فيها بنت تتعهد فيها مصر لأنه تنهي دور العربي وتحالب بهالأثناء مع السعودية صارت السورة بإيران كب السعودية وكب كل الدول العربية وحط إيده بإيران وصار عم يشتغل فعليا لتنفيذ المخطط الإيراني المخطط الإيراني بصريح العبارة محور شيعي من مزار الشريف بأفغانستان إلى جنوب لبنان هذا مشروع قومي إيراني وهو مشروع استراتيجي إيراني وهم يعملون عليه وأصبح واضح المعالم وهم يعملون عليه وبالمناسبة أول دولة اختار قوة كدولة بالمشرق العربي أو بالعالم العربي هي النظام السوري عملوا تنظيم بلبنان عملوا تنظيم باليمان عملوا تنظيم بالعراق بس ما في ولا دولة اختار قوة إلا الدولة السورية دولة بيت الأسد اللي بنوا لياها اللي اسمها دولة العلمانية وما بعرفين والوحدة والقرية والاشتراكية المشروع الروسي نعود إلى سوريا ونستخدمها كمنصة بعد أن نوقد أوضاعنا فيها كي نستعيد نفوز مشروعين متماقضين جزرياً. هذا بيقول إذا الروس موجودين مشروعي ما بيمشي والروس بيقولوا إذا الإيرانيين موجودين مشروعنا ما بيمشي معروب على إيران أمريكياً أن تفكك دورة كمشروع وأن تقيم علاقات مع النظام بسوريا المقبل أو الحالي من دولة لدولة الروس يوافقون على هذا الكلام الإيرانيين ليسوا موافقين ففي خلاف جزري بالعمق بين مشروعين كبار عم يتنافسوا على منطقة. واحد روسي واحد إيراني. واللزام أنه هي خلاف على مصالح دخلت حزب الله خلاف على مصالح دخل على سوريا. معاش تنظيم عراقي إرهابي دخلوا على سوريا خلاف على مصالح. زي نبيون وفاطنيون شي باكستاني وشي أفغاني وشي أسبيكي. هذون خلاف مصالح. وينه المصالح الإيرانية اليوم بسوريا؟ صار فين عشرين لتلاتين. لماذا لم تمنعهم روسيا من هذا التدخل والتمدمد؟ هناك تضارب. هم يدخلون ويفرضون قوة على الأرض ويؤثرون على مشروع الروسي. لماذا سمحوا لهم بالدخول؟ دخلوا قبل روسيا إلى سوريا. لماذا لم يعملوا على إخراجهم؟ ما بيقدروا يطلعوهم لأنه ما بيقدروا يخوضوا حربين كبار. واحدة منهم ضد ثورة موجودة بالبلد من أوله لآخره. واحدة منهم ضد دولة لها مئة ألف مقاتل بسوريا. الإيرانيين يعلنون بصريحة العبارة أنه قلنا مئة ألف مقاتل بالعراق ومئة ألف مقاتل بسوريا. لم تتقدر روسيا تخوض حربين بنفس الوقت داخل سوريا. بعدين شغلة تالية. كثير في تداخل مصالح من روسيا وإيران. صفقات روسيا مع إيران بأربعين مليار دولار. ما أنا مسألة بسيطة بالنسبة لبوتيني تخلى عن أربعين مليار دولار. الإيرانيين منهم يعني عم يشتغلوا بهيك عن قباء. إذن الروس ما عندهم استعداد يزعلوا إيران بشكل مطلق في سوريا. أنا بساعد الإيران بسرعة واحد. إذا تقدم لهم سمن كبير كتير كتير لرأس إيران. بساعد. نعم. طيب ليس بعيدا عن هذا الموضوع شمال غرب سوريا والاتفاق الأخير الذي وقع بين تركيا وروسيا الرئيس التركي والرئيس السوري المتعلق بوقف التصعيد أو خفض التصعيد. وفعلا بغض النظر عن كل رأينا بهذا الاتفاق إلا أن هذا رمضان الذي مر مر على السوريين بدون قصف. يعني كان نافعا في هذا الإطار إذا استطعنا أن نقول. هل تعتقد أنه سيصمد هذا الاتفاق سيستمر أم أنه سيتفكك ويتلاشى مع الوقت. كيف سيكون هناك علاقة حقيقية بين تركيا وروسيا علاقة قائمة على ربما نقول المصالح في الشمال الغربي للسوريا؟ هلأ أنا بأعتقد وصار لسنين بقول تركيا أغلى بالنسبة للروس من النظام بسوريا. نعم. وأكثر أهمية من النظام بسوريا. وإذا بتراقب العشرين سنة الأخيرة من حكم روسيا اللي سيطر في بوتين على السلطة ليس لديه أي إنجاز حقيقي بالسياسة الخارجية إلا تركيا بالمستوى الاستراتيجي وسوريا بالمستوى التكتيكي. ما عنده إنجازات كتير. الإنجاز الأكبر تركيا اللي لعب دور كبير لأبعاده عن الأطلسي وأنا بأعتقد أنه ما نجاح. لعب دور كبير كتير لاربطبي اقتصاديا عن طريق الروس عن طريق فتح أسواق روسيا إلى آخره وعن طريق العلاقات اللي أقامه مع أردوغان واللي انتهت لوقف الحرب وليس وقف وليس هدمة في شمال سوريا أنا بأعتقد أنه هذا وقف حرب إلا إذا ركب بوتين رأسه بعد قصة ليبيا حيث الاشتباك مباشر مع تركيا رح يصيد لكن برأسه وقرر أنه يعني علي وعلى أدائي يا رب التركية وبليبيا بإدلب وبليبيا باعتقادي أن الوضع بإدلب سيبقى مستقرا إلى أن يكون هناك حل سياسي وتعود إدلب إلى سوريا إذن ربما يعود بوتين إلى سياسة القضم المتبعة في شمال غرب سوريا وخاصة أنه يعني بالنسبة للشمال الشرقي ليس لديه أمل بهذا الموضوع بالوجود الأمريكي لا أعتقد سيدتي العزيزة باعتقد أنه الوضع بشمال سوريا اليوم بإدلب وغير إدلب صار وضع نهائي ما رح يتغير إلا إذا مثل ما حكيت كان هناك تحول استراتيجي كبير في سياسة بوتين مرتبط بالصراع التركي الروسي بسوريا وبليبيا وبالتالي باكتشاف بوتين أنه هو لم يكسب تركيا واليوم قال نائب وزير الخارجي الأمريكي أنه تركيا هي أقرب حلفائنا لنا وكنا دائما تحريصين عليها الأمريكان مع الأتراك بإدلب والأمريكان مع الأتراك بليبيا وبوتين ما بيقدر ينط من فوق خياله إذا الأمريكان موجودين صعب كتير عليه وموجودين بمعنى أنه دخولك على إدلب سيبدل المعطيات الاستراتيجية بالصراع بالمنطقة باعتقد أنه بتكون حجرة كبيرة صعب يبلعه طيب أيضا تعرفي بالسياسات في حماقات الأول ما لأخير نعم وخاصة أحيانا الشخصية الشخص الحاكم هي التي تغير في هذه بوتين نحن نعرف كيف هي شخصيته بالنسبة لما يحدث وأنت تطرقت في جوابك الأخير لموضوع الخلاف الروسي التركي في ليبيا كيف سينعكس على سوريا كيف سينعكس بشكل عام على الشمال الغربي على إدلب ومناطق خفض التصعيد أين سيذهب اتفاق أو حلف أستانة ضمن هذه الخلافات هل سنشهد في حال خلاف كبير وكما قلت أو تعنت من قبل الروس في ليبيا هل سنشهد تحالف أمريكي تركي ضد روسيا يعني الخارطة معقدة جدا ونحن هنا يعني صراحة مثل المبصرين لأنه لا يوجد لا يوجد شيء حقيقي نستند إليه كل يوم تتغير الأمور تتغير المعطيات صح أستانة معد علاقة بسوريا نعم أستانة علاقة بالعلاقات الروسية التركية العلاقات الروسية الإيرانية معد علاقة بسوريا أستانة إذا كانوا الروس يضغطوا لحتى يكون في جينيف بعد كم يوم ولجنة ستورية في جينيف يعني أستانة انتهى 2254 أستانة ما نقول 2454 أستانة رادوه الروس طريق خاص فيهم لحل هن يفرضوه وينفردوا فيه بسوريا وفي شير فاليوم هو أداتهم لأنهم يخلوا علاقاتهم منظمة ومرتبة مع تركيا وبحالة حوار مع تركيا وإيران ما عدد الوظيفة سورية بتقديري أنا أو أن وظيفة سورية تراجعك كثير بالنسبة لليبيا بسوريا وبالتالي إيجاد حلول مقبولة للطرفين بليبيا وبسوريا هذا هو أحمل الخيارات اللي أنا بتصور باعتقادي أنا أنه سيكون هناك ميل متزايد له عند الروس وربما عند الأتراك أيضا فيما يتصل بالأتراك موضوع النفط والتقييم على النفط والطاقة ومصادر الطاقة مسألة مهمة ما بعرف لأي درجة ممكن تنحل بينهم وبين الروس بس الروس أميركان أنه هن أرسلوا قوات إلى تونس وأنه سيتم احتواء الوجود العسكري الروسي لأنه هذا يهدد الجناح الجنوبي لحلف الأطلسي حيث لا يوجد تركيا بالجناح الشرقي تركيا موجودة أمام روسيا وأثبتت فاعلية بالمعركة الأخيرة هنا ما في مباشرة أوروبا فباعتقد أنه يعني راه يحبوطين على مشكلة كبيرة 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 إذا ما بيركد لأنه يحل بسرعة ويأخذ فيها سمن ما سيخرج منها بحرب طويلة وربما بخسارة كبيرة بتركيا وبغير تركيا نعم سأذهب الآن إلى أسئلة المتابعين معنى سؤال من السيد محمد لمحمد أنت أجبت عن هذا الموضوع لكن لا مانع من طرح السؤال قانون قيصر سيقضي على النظام وسيكون الشعب وقود هذه المحرقة ما رأيك؟ يعني هو يقصد هذا القانون سيؤثر على الشعب وليس على النظام طرقات سيكون له تأثير على الشعب بس بأعتقد تأثيره الأكبر المستهدف فيه بشكل حقيقي هو النظام وليس الشعب نعم بالمناسبة كل المساعدات الدولية اللي أعطيت للنظام اللي إجت لسوريا أعطيت للنظام لأن النظام ما يزال يحظى باعتراف قانون الاعتراف الدولي نعم نعم صحيح 80% بسيب تسمحي لي بها الرقم 88% من المساعدات استخدمها النظام يأما لا يبيعها للشعب وهي جاية مجانا بالمليارات أو لا يبول فيها الشبيحة والزعران والسرسرية والقتل يتعينه ولم يصل منها إلى الشعب شيء تقريبا على الأطلاق فما يقولوا أنه العالم فارض حصار على الشعب لفاصر الحصار على الشعب هو النظام بالحقيقة وتمت المطالبة كثيرا للأمم المتحدة والجهات الدولية بأن توزع المساعدات أن لا تدخل جميعها عن طريق النظام لكن للأسف لم يكن هناك استجابة لهذا النظام هناك قرار من المجلس الأمن الدولي قرار بإدخال مساعدات مباشرة دون موافقة النظام على أي محل بسوريا لم يسمح بإدخال إبري لأي محل إلا بموافقته حتى لم يسمح باستخدام معبر غير معابره قرار منهم بفوتوا ما بدهم بدون موافقته ما حدا ردى حدا نعم السيد رامز درار يسأل قلتم أن الشروط الموضوعية للخلاص من النظام باتت مواتية لكن قرار تغييره دولي ومعقد ما رأيكم بمن يتفائل من المعارضة بأنه زائل قريبا ولن يستمر ليشارك في الانتخابات بعد عام برأيك هل من معطيات دولية يستندون إليها أنا لا أحكي بالعموم مشكلة سوريا لم تعود عنها مشكلة سوريا صارت عند النظام ومشكلة العالم مع سوريا صارت عند النظام وليست عندنا النظام لا نقبلان قرارات دولية ولا نقبلان علاقات دولية ولا نقبلان أنه يعمل أي نوع من أنواع المرونات الداخلية مش بشأة المعارضة تجاه الناس اللي عمل مصالحات لا يريد شيء يريد إعادة الجميع إلى حضيرته فقط على أسوأ بعشر مرات باعتباره مهزومين وعبيد ومدمرين وملعون سنسفي الأبو فالمشكلة ما نعنا ما عدت عنا مشكلة سوريا صارت عند النظام واللي بدون يدفع السمن هو النظام نعم أيضا سؤال من السيد عمر نداف روسيا بوتن الدولة الشمولية هل يمكن لها أن تجد أفضل من الأسد وحاشيته كأذرع لها في سوريا أذرع مسلوبة الإرادة ومذلولة ومطورطة بجرائم حرب تشل قدرتها على رفع رأسها أمام روسيا أنا باعتقد أنه في تنظيم آخر بعقل الروس للنظام بسوريا في شكل آخر للنظام بسوريا بعقل الروس سيحافظ بالدرجة الأولى على مكاسبهم باعتبارهم جهة دخلت على صراعه إلى آخره وقلهم حضور تاريخي قديم والأمريكان قبلانين أنهم يبقوا بسوريا نعم بس هذا الشكل الآخر اللي تقدم هذا الشكل الآخر يقول لنا بصريح العبارة النظام الحالي ما نباقي وبالمناسبة لا يوجد نظام في العالم ما له بدائل كل النظام لها بدائل وربما بنفس الوظيفية أو بوظيفية قريبة أو بوظيفية مختلفة بس ضمن إطار يعني ضمن إطار آخر بحقة نفس المصالح نعم أيضا سؤال من سيد إبراهيم خولاني إذا كانت روسيا تريد أن تلعب بورقة التخلي عن بشار الأسد فما هي خياراتها في سوريا لتضمن مصالحها مستقبلا هل تتخلى روسيا عن كل ما دفعته في سوريا وما أخذته من مكتسبات بسبب ضعفها الاقتصادي كما تقولون ألا بعتقد أنا أنه مشكلة روسيا في سوريا المشكلة الحقيقية روسيا في سوريا هي تفاهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا تفاهمت مع أمريكا على شكل حل سيكون هناك هذا الشكل من الحل المتفاهم عليه رح نقبله نحنا ويقبله النظام شأنها أم أبينها ما نضحق على حالنا يعني المشكلة هي مع الولايات المتحدة الأمريكية مع أنه أمريكا ما كتير عبرت لروسيا فيما يتصل بالمؤدد الدولي لدخولها سوريا ما كتير عبرت فيما يتصل بالمؤدد العربي بالعكس منعد امتداد الروس إلى العالم العربي للعراق وللبردن بشكل واضح نعم وعندهم الروس اليوم مشكلة أنه ما قادرين يعملوا حل حالهم وهنا بحاجة مشان يعملوا حل موافقة مجموعة من الأطراف على رأسهم الولايات المتحدة وأنه المسألة ما عندهم أوراق هون يضغطوا فيها بالعكس كل الأوراق الموجودة بالمشكلة السورية هي أوراق ضاغطة عليهم فهون الموضوع هون المعضلة الحقيقية بالنسبة لروسيا وليس نحنا منقبل أو منقبل نقبل أو نرفض نحن يمكن أن نقبل بأسس مفتوحة على خيار ديمقراطي نشتغل عليها مع الزمن بضمانات دولية لو نحن رأسا نظام ديمقراطي لأنه ما رح يصير رأسا نظام ديمقراطي صحيح الموضوع يحتاج إلى وقت بالنهاية بعد كل هذه السنوات وميزة كل الشعب سؤال أيضا من سيد محمد عباد يسأل عن التحشدات الجديدة بالجنوب السوري وحصرا بالمنطقة الغربية الفرقة الرابعة والوجود الإيراني هناك وحزب الله وأيضا المشاكل التي حصلت مؤخرا بين سويداء ودرعة يعني موضوع الجنوب تعهدته روسيا وفشلت تماما بتعهداتها صح أنا قريت على لسان أشخاص كانوا موجودين بالمفاوضات عم يقولوا أن الروس قالوا لهم معكم عشرين يوم في مجموعة عام الأشخاص من الدواعيش بيكون سلموهم إذا ما بتسلموهم في ضوء أخضر للنظام لأنه يفوت على المنطقة أنا إذا بيسمعوا من دقني يسلموا هالدواعيش ويرتاحوا منهم ما بعض شو المكسب اللي إيجانا من داعش ومن النصرة ومن العالم دون يدمرونا خربوا بيتنا خربوا بيتنا بالمعنى الحرسي للكالكلمة يا أخي يجيبوهم لهالدواعيش ويسلموهم ويرتاحوا عن الدواعيش وبعدين فوتوا علينا وعملوا فينا البتكون إيه راح يفوتوا يعني تكون هذه الذريعة دائما بأي هجمة يقوم بها الروس أو النظام كما يحدث في زريعة النصرة في إدلب هاي زريعة صح لما بيكون واحد ناوي يفوت يصرخ بيتك مدام ربار ما بفكرك الشباك مفتوح نعم نعم صحيح الشباك يا أخي أخذ الأحتياطات اللي هزمة أخذ الأحتياطات على الأقل حتى إذا هجم علي قاتل من موقع المظلوم مش من موقع والله اللي أغلطان واللي يرتكم غلط كبير بعدين شو هالخدمة اللي يقدموا الدواعش للثورة حتى يدافوا عنهم نعم يسلم كانوا مضرين وأصلا هم لا ينتموا لثورة يعني نحن نعلم كيف خرجت الثورة وكيف كان حراك مدني وكيف اضطر الناس لحمل السلاح نعم هناك سؤال من سيد عبد العزيز إبراهيم يسأل عن الخلافات بين الروس والأتراك في الملف السوري والليبي أجبنا عن هذا السؤال السؤال أيضا من سيد فيصل شريف هل تتوقع حصول انتخابات رئاسية في عام 2021 ومشاركة بشار الأسد أو نجاحه لو بنسبة فوق 50% بنسبة فوق 50% إذا شارك ما رح ينجح نحن اسمعنا كلام مباشر من جيمس جيفري أنه لن يكون معه سوري واحد إذا بيرشحها له لن يقبل به سوري واحد وتركوه علينا وشوفوا الوضع الاقتصادي شو بده يصير فيه طبعا نحن لا نؤيد أنه الشعب يتجوع وأنه يحرام الناس يعني تموت على رغيف خبز نعم بس هذا النظام هو اللي عم يعمل هيك نعم ممكن يترشح لكنه لن ينجح بس على الأغلب على الأغلب على الأغلب على الأغلب التقديري أنا أنه ما رح يترشح ما رح يوصل لأنه يترشح هل ستمنعه روسيا أم سنعني تمنعه أمريكا أم سنشهد سيناريو مفاجئ للجميع بالخلاص منه بطريقة ما يعني أنا أعود وأقول نحن هنا فقط مثل المبصرين نحاول أن نتكهن صح بالمناسبة هو ارتكب غلط الشاطير بها لمهاشي اللي عمله مع الروس أنه والله بتطلعكم وبطلعكم وإلى آخرين وقايل لأحد الأشخاص قبل فترة مقابلوا معلش لو حكيناها قايل لأحد الأشخاص مقابلوا قبل فترة رح طلعوا للروس من سوريا بالصرماية عم قلك حرفيا شو حاكي له وهيك حكى الرجول اللي قابل رح طلع الروس من سوريا بالصرماية فهلم هاو شي اللي عمله قد تكون غلطة عمره أنه هو عمله من موقع الشخص اللي هو الوحيد اللي اليوم موضوع مساومات بسوريا لا إيران بالنسبة للروس موضوع مساومة اليوم ولا تركيا موضوع مساومة ولا إسرائيل موضوع ولا أمير هو الوحيد نقطة تضع في الأساسية اللي ممكن لكل يساومه له عمار رح تركه لأخالد عبودي هدد بطاقة بوتين وطاقة بوتين وطاقة روسيا مالحكي له وهنا سنذهب إلى سؤالنا الأخير وكان ممتع الحديث معك سيد ميشيل الحل في سوريا نحن نعرف أنه منذ خروج بيان جينيف واحد هو حل دولي خرج الموضوع إلى المجتمع الدولي والقول الأكبر أنه بتوافق أمريكي روسي لكن الآن هناك موجود تركيا لها مصالح كبيرة وفاعلة على الأرض إسرائيل وهي التي لها أيضا مصالح في في الحدود ومصالح بحماية نفسها إيران التي زرعت الكثير على كل المستويات اجتماعيا وثقافيا وعسكريا في سوريا كيف سيتم هذا الاتفاق السوري الشبه مستحيل عفوا هذا الاتفاق الدولي في سوريا الشبه مستحيل أظن أنه بدون يتم انطلاقا من نقطتين جوهريات الأولى أن هناك مليون وأكتر من مليون شهيد قدمهم الشعب السوري خلال هذه السورة والثاني أن هذه السورة استمرت لعقد كامل لعشر سنوات علما بأنها بدأت من شعب أعزل ونظام عنده مليون مسلح ما ترك وسيلة في العالم ما استخدم ضد هذا الشعب الأعزل ولم ينجح في كسر إيرادته خلال عشر سنين رغم تدخل الإيرانيين والروس والمرتزقة والكل إذا لم نعطي هذا الشعب الذي قدم كلها التضحيات حصة من حل لن يكون هناك حل أنا باعتقادي هذا هو الأساس الذي يمشي الحل له نعم شكرا جزيلا لك المعارض والكاتب سيد ميشيل كيلو على وجودك معنا في هذا البث المباشر من مركز حرامون الدراسات والشكر الأكبر لكم مشاهدينا شكرا لك شكرا لك على ما أبديتيه من فطني بها الأسئلة وعلى ضغط الأسئلة وعلى خلالاتك المهمة شكرا جزيلا لك شكرا لك والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في هذا البث المباشر والشكر موصول لفريق العمل في الإخراج والإعداد نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر